قال ابن سيرين إن السجادة في المنام دليل تيسير الأمور العالقة في حياة الرأي وتبدل أحواله نحو الأفضل وإذا رأى الحالم سجاد منزله في موضع غير موضعه الحقيقي فهذا يعني اقتراب سفره نحو الخارج للعمل في مشروع سيدر عليه المال الوفير ومن رأى نفسه يشتري السجادة لمنزله فهذا يعني شراءه لبيت أو عقار جديد أو سيارة جديدة أو حصوله على فرصة عمل أو ترقية في العمل أما إذا قام بمد السجادة في منزله فهذا يعني ارتفاع مكانته في المجتمع وتدل رؤية السجادة في بعض الأحيان على اقتراب زواج الرجل من امرأة صالحة أما رؤية السجادة الخضراء فتدل على السعادة والرضا وتبدل أحوال الحالم نحو الأفضل في حين تدل رؤية السجادة بالنسبة للتاجر على دخوله في مجموعة من المشاريع المربحة التي ستدر عليه الكثير من الأموال وفي حال انبهر الرائي بجمال السجادة وأناقتها فهذا يعني اندفاعه وإقباله على الحياة ورغبته في تجربة أشياء جديدة وتدل السجادة في منام الرجل المتزوج على نجاحه في عمله ووصوله إلى المناصب العالية والرفيعة أما رؤية السجادة النظيفة في منامه فتفسر بانتهاء حالة الضيق التي كان يعيش فيها ومن رأى نفسه يغسل السجادة فهذا يعني محاولته إصلاح الأخطاء التي ارتكبها خلال الفترة الماضية أما إن رأى زوجته تنظفها فهذا يعني ثقته الكبيرة بها وترمز رؤية سجادة الصلاة إلى فك الكروب وانتهاء مشاكل الرائي أما إذا صلى عليها فهذا يعني أنه يتسم بالأخلاق الحميدة وفي حال حصل الحالم على سجادة هدية من قبل أحد الأشخاص فهذا يعني حصوله على منفعة من هذا الشخص وتدل رؤية السجادة الحمراء على دخول الرائي في علاقة حب جديدة والسجادة الزرقاء على حصوله على رزق وفير من عمله في التجارة فسر علماء تفسير الأحلام رؤية الفتاة العزباء للسجادة بحصولها على وظيفة مميزة تتناسب مع إمكانياتها ومهاراتها وفي حال رأت العزباء سجادة غريبة في منزلها فهذا يدل على معاناتها من الوحدة والعزلة أما إذا اشترت سجادة فهذا يدل على اقتراب موعد زواجها وترمز السجادة في منام المرأة المتزوجة على الخير والرزق الوفير ففي حال رأت سجادة جديدة في منزلها فهذا يعني حب زوجها الكبير لها وإذا رأت المرأة المتزوجة سجادة خضراء في منزلها فهذا يعني سماعها لأخبار سعيدة خلال الفترة القادمة وتدل السجادة في منام الحامل على تجدد طاقتها وعلى مرورها بمجموعة من الأمور الجيدة خلال الفترة القادمة وإن رأت نفسها تشتري سجادة فهذا يعني حدوث تغير في مستواها المعيشي نحو الأفضل وتمتعها بالرخاء المادي هذا كله والله أعلم اشتركوا في القناة